إصحح النهاردة إصحح الواحد وعشرين وصفر سامويل الأول هو سفر سامويل الأول كم إصحح الأول كله 24 من ذكرته سامويل الأول عدد إصححاته 28 31 31 إصحح إن شاء الله ربنا دينا نعمة نخلص إصححات ساموئيل الأول وبعدها ناخد فكرة كده نتكلم على أهم الشخصيات اللي كانت فيه هذا الأصحاح. مين أهم الشخصيات اللي كانت فيه أهم الأصحاح؟ الشخصيات الكتابية المعروفة داود ساموئيل النبي صح؟ ساموئيل يوناثان شاول طيب هناخد أربع شخصيات هم طبعا الأشهر شخصتين وأعظم شخصتين داود وسموئيل النبي يوناثان بيمثل مثل الصداقة ومثل المحبة الخالصة وشاول النفس البشرية بقى اللي مسح من ربنا وبعدين ما تكملش فإحنا على الأقل على الأقل هناخد شخصيتين هم نتكلم على شاول عشان ما ندنوشي طيب إحنا نقول بعد إذن الليمون بعد ما نخلص الساموئيل الأول ناخد شخصية داود النبي وشخصية ساموئيل النبي وبعدين نكمل الساموئيل التاني بنعمة ربنا النهاردة بصحاح الواحد وعشرين معنا أخونا المبارك أخونا ماجد بنوب ربنا راحكود سيتكلم عن فمه ويعطينا كده أذان صغية بسم الأول ابن راحكود سلال واحد أمين زي ما قدم لنا أتسبونا نحن نكمل نهاردة بنعمة ربنا الساموئيل الأول في الإصاح الواحد وعشرين وشوفنا في الإصاح اللي فات الإصاح العشرين إزاي داود النبي هرب من وجه شاول ورأينا إزاي يوناثان أنقذوا من الفخ بتاع شاول أبو وإزاي تعهدوا مع بعض يكون يكون ما بينهم المسيح يكون ما بينهم إيه اللهم بيننا وتركوا داود وراح بقى عشان يستخبى من وجه شاول طبعا أول حاجة فكر فيها داود بقلبه كده هيفكر في إيه يجري على الكنيسة يجري على الخيمة فطبعا الخيمة كانت ساعتها مكانها تدمر في شيلوه ونقلوه لمدينة الكهنة نقلوا الخيمة بكل محتوياتها فقعدت في مدينة الكهنة اللي هي اسمها إيه مدينة نوب فنبدأ من العدد الأول كده هيقولك فجاء داود إلى نوب إلى أخي مالك الكاهن فاضطرب أخي مالك عند لقاء داود وقال له لماذا أنت وحدك وليس معك أحد أخي مالك الكاهن دا طبعا نحن عارفين أنه هو حفيد علي الكاهن وهو يعني علي الكاهن عشان كان له نسل كده كان ملتوي شوية وده كان حفيده حينقطع نسل أخي مالك بعد أبي ثار يعني أبي ثار ابنه برضو كان رئيس الكهنة في الوقت دا لكن أخي مالك كان يعني إيه كان رئيس الكهنة بتتناوب يعني هو كان رئيس قبل كده بس دلوقتي كان الرئاسة مع ابنه أبي ثار قبله أخي مالك ويعني قال له إيه أنت لوحدك إزاي يعني إيه يعني إزاي الأمير اللي متجوز بنت الملك والقائد العظيم واللي كان بيمشي بحشية وحرس وأشراف الجنود حواليه الناس المختارة أوي في الجيش كل دا وجاي بالليل كده وعمال يخبط هو الوحد وده الإشاعة بقى اللي طلعت صح إشاعة سماعت في كل الوقت إن إيه إن إشاول عايز داود بأي تمن علشان يقتله طبعا في ناس تقول إشاعة وفي ناس تقول حقيقة ومحدش عارف لما أخي مالك لقى داود قدامه كده قال دي الموضوع دا صحيح بقى الموضوع دا صحيح شكله هربان دا شكله هربان المهم في العدد الثاني يقول لنا إيه بقى الكتاب فقال داود لأخي مالك الكاهن أن المالك أمرني بشيء وقال ليه لا يعلم أحد شيئا من الأمر الذي أرسلتك فيه وأمرتك به الكتاب المقدس والسفر هنا اللي كتبه سمئيل النبي بالروح بيصلت هنا على ضعفات الأباء من ضمن الضعفات بيقولوا أنهم كانوا ناس عادية زينا يعني ممكن يقع في خطية الكذب ممكن يقع في خطية القتل ممكن شوفنا قدسين بيعوا في خطايا كتير قوي حتى بعد ما عارفوا ربنا ولكنهم تابوا ورجعوا أحسن مما كانوا عشان يقول لكل واحد فينا لو أنت عملت مهما عملت فالكتاب بيقول على واحد قلبه قريب جدا جدا من قلب ربنا ويشوفه النهاردة هيقع في سلسلة أخطاء جمد قوي جمد قوي لا تناسب مسيح الرب ولا تناسب الممسوح ملك ولا تناسب داود اللي ربنا وقف معاه من طفولته وقتل أسد ودبه وحارب جليات وعمل وسوى لا تناسب على الإطلاق فأول زنقها داود ابتدى يلجأ لإيه للحال البشرية زي ما أي حد مننا ساعات كده يخترح حاجة بعيدة عن الحقيقة هي تخلصه مؤقتا ممكن ممكن الموقف يعدي ولكن بعد كده بيندم وبيمرر نفسه جدا لأنه كذب ولأنه صغر في عين نفسه أما داود قال لأخي مالك المالك هو أمرني بشي وقال لي محدش يعرف حاجة عن الموضوع ده وروح لوحدك وبسرعة ويعني ابتدى يجذب كده على أخي مالك طبعا إيه طبعا عمل خطيتين غير أنها خطية كذب فهي خطية كذب على الكهنوت على كهن الله العلي هو كان رحل صمويل قبل كده وقال له شاول عايز يقتلني قال له طب تعالى ما تخفش وشاول بعد أول مجموعة فأول مجموعة ربنا أنقص داود بأنهم خل المجموعة دي من الأنبياء يتنبؤون بينطقوا بالنبوات ومجموعة تانية وحتى شاول نفسه لما جيه تنبأ فربنا خلص داود لما يلجأ إليه ويقول الحقيقة ولكن داود هنا خاف داود هنا في ضعف من ضعفات داود خاف وإيه وكذب على رجل الله وكذب على رجل الله عشان كده الحقيقة الخطيئة الجامدة دي إن الواحد يجذب على الكهنوت جوه الكنيسة دا مش بيجذب على إنسان دا بيجذب على الله نفسه عشان كده في سر الأعتراف اللي ربنا أسسه لنا في العهد الجديد أبونا بيكون حاضر الجلسة دي بس لازم كل واحد فينا بيعترف يشوف المسيح هو اللي جالس على كرسيه وأنا مجرد بقول اللي حصل اللي هو كان حاضر فيه برضو لك وحدك أخطأت والشر قدامك صنعت كان حاضر وأنا بعمل القطية كان حاضر لما الفكر دا جي على دماغي وعلى فكري وأنا مجرد بعلنه قدام أبونا كهن العهد القديم مسكين ما عندوش سلطان الحل والرب اللي ربنا إداءه للكنيسة للكهنوت ما عندوش هو كان يستلم الخطية من هنا ويجيب حيوانه اللي خروف يمسك بقرنه والمعترف اللي قدامه يمسك بالقرن التاني وروح دبحه يقول له انت كان ايه كان مكانك مكان الخروف دا كان مكانك مكان البقر دي تندبح كده عشان الخطية وجرتها موت فانا هتبح الخروف قدامك كده يبقى منظر صعب تفتكر ان دا تمن الخطية طبعا ربنا سهلها جدا على الكنيسة ودي الكهنوت سلطان الحل والرب وقال لهم طيب انتوا عايزين زبائح لا مش تعملوا زبائح هي زبيحة واحدة ممتدة مستمرة لكل الخطايا في كل العصور وهي زبيحة المسيح قدموني على المسبح كزبيح قدموني على المسبح سبيح وفعلا نيجي على المسبح ويقدم نفسه كزبيح وأبونا يعني ايه يقدموا لينا يعني كزبيح وفي نفس الوقت يعطاه لنا لنأكله زي ما كانت بعض الزبائح بنشترك مع الأباء الكهنة في أكلها في العهد القديم نفس الحكاية بالضبط نفس ايه نفس الحكاية بالضبط عشان كده لما داود كذب على الكاهن عمل خطيئة صعبة قوي وللأسف ان الشيطان لما يملأ دماغ الواحد يقول له اجذب عشان الموقف يعدي الكذبة دي مش بتبقى كذبة منفاردة دي بتبقى سلسلة أجذيب الواحد بيقع فيها وعشان يغطي الكذبة الأولانية لازم يجذب كذبة تانية ولازم يحبكها بحاجة تالتة ولازم المرة التالتة يعني يبتدي بقى ايه يثبت ويدخل ناس ويطلع اشعاعات تلاقي بقى ايه الكذبة ده سلسلة خطايا وراه تبتدي بحلقة واحدة بس وهي سلسلة طويلة وما تتكسرش السلسلة دي الا بالاعتراف والتوبة ما تتكسرش ان الشيطان ميدخل باحد من حلقة الحلقة 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 يعني كل واحد يبص كده كم من مواقف عد علي وعلى اي حد وتخلص منها بأساليب بشرية وهل نفعت الأساليب البشرية دي التفعت قليلا يعني قليلا ولكن في الآخر الواحد بيرجع ايه بيرجع يندم على انه قال كده او عمل كده في العهد الجديد شفنا كده حنانية وسفيرة لما كذبوا واختلصوا من ثمن الحق كان نظام الكنيسة نظام الشاركة ويعني امثلها كده ان ايه ان مثلا كل واحد عنده بروبرتي دلوقتي ولا عنده بيت ولا عنده اي حاجة كده انا بقى راجل غني عندي ميد بيت وعندي ميد بيزنس فانا ببيع كل حاجة واحطها تحت ارجو للرسل كنيسة هي تصرف علي وعلى ولادي واحد تاني عنده كده حاجة بسيطة خالص يروح يبيع حاجته كلها ويحطها تحت ارجو للكنيسة بقى فيه نوع من انواع يعني مفيش طبقيات تقريبا كلنا واحد كده فحنانية وسفيرة ايه قالوا طيب احنا نستفد بالموضوع ده ازاي احنا نبيع البيت بالتمن ده وندي نصه ولا ربع للكنيسة ونقول لهم ده ايه اسرف علينا بقى ونخزن النص التاني حاول نوعا من انواع السرقة حاول نوعا من انواع السرقة ولما جم خطية اكبر مش انهم طمعوا الخطية الاكتر انهم كذبوا على الكهنوت الممثلة في الرسل كذبوا على الكهنوت عشان كده بطرس لما قال حنانية يا حنانية لماذا ملأ الشيطان قلبك لتكذب على الروح القدس طب وانت يا حنانية كذبت على الروح القدس مابونا بطرس اللي قاعد قدامك وهي دي كانت جلسة اعتراف ده كان فيه ناس قاعدة حتى قال للشبان قوموا شلوه بعد ما مات يعني موقف اداري ولكن الله عين ناس علشان يقولوا لنا كلمته وعداهم سلطان الحل والربط علشان يحلوا ويربطوا فلازم نحترم كلام الله جدا ولا نجذب عليهم حتى في المواضيع اللي هي مش في أثناء الاعتراف في المواضيع الادارية مواضيع الخدمة ما نجملش ما نجذبش من لوعش ده اللي بيعلمهن النهاردة ايه السفر وصمئيل سفر وصمئيل اول طبعا العدد تلاتة العدد تلاتة يقول لك تكملة العدد اتنين يقول لك ايه واما الغلمان فقد عينت لهم موضع كذا وكذا يعني بيكمل الكذبة وبيقول طب وانت بتسأل عن الغلمان بتوعي العساكر يعني والجيش انا بقى حطيتهم في المكان الفلاني والفلاني وانا جايلك الواحد كده معقول يعني هدخل بالجيش بتاع المدينة الصغيرة بتاعت الكهنة فيها ستين سبين واحد ولا تمانين واحد طبعا هم تقتلوا كلهم بعد كده بسبب الكذبة دي كان خمسة وتمانين واحد فانا سبت العساكر والجنود والجيش برا وارجيت لك انا مع تلاتة اربعة كده عدد تلاتة يقول له الان فماذا يجد تحت يديك اعطيني خمس خبزات في يدي او الموجود الظهر فعلا كان معاه عدد قليل من الغلمان او من العبيد كان جابهم معاه وقال له انا حموت مجوع انا عايز اعطيه مادية كده انا مش دلوقتي مش جاي لاصلي ولا اعترف ولا انا طالب من الكنيسة حاجة ترفعني تقوتني ده اللي انا طالبه من دلوقتي فالحقيقة يعني زي ابونا اخي مالك كده بص وما لقاش في يعني ده بالليل وحنا تعشينا وكل خلاص الناس نامت وبكرة الصبح كمان كم ساعة هتقوم الستات تغبز ولا اللويين يغبزوا وما عندناش اي اكل مفيش غير خبز الوجوه اللي محطوط قدام وجه الله اتناشر خبزة تمثل اتناشر صبت على ما ايه ده ده حاجة مقدسة دي بتاعة الكنيسة وبعدين ده صحيح احنا بنكل منها يقول لك اخي مالك بيقول باكل منها انا وعيالي بس لازم نكون طاهرين ولازم نكون مقدسين مقدسين نفسنا علشان ايه يتشال القديم ناكله والحط صخن جديد فالحقيقة ما عندناش غيره بس داود بيقول له انا حموت مجوع وواقع ومن الصبح مسافر انا والغلمان لازم تأكلنا ف ادى ايه ادى الاذن ان هو ممكن لو انتوا طاهرين زي ما نشوف العدد الربعة كده فاجاب الكاهن داود وقال لا يوجد خبز محلل وبقول الدين اي حاجة تحلى لي يعني لا يوجد خبز محلل تحت يدي ولكن يوجد خبز مقدس اذ كان الغلمان قد حفزوا انفسهم لا سيما من النساء لا سيما من النساء طبعا كان وقت يعني فيه منتشر الوسانية بخطاياها الشريدة ويعني كان فيه خطايا من النساء الاجنبيات يقصد او حتى من العلاقات الزوجية زي التناول عندنا احنا الكنيسة بتقول ان نازم متقدم لكون ايه نكون طاهرين ونكون مؤمنين ونكون متعمدين ونكون حفزين نفسنا في قداسة معترفين ففيه نوع من انواع الطاهرة الروحية والجسدية برضو بتطلبها الكنيسة لغاية اللحظة دي عشان نتقدم ناكل ايه ناكل جسد الرب ودمه طبعا الحل اللي ده اخي مالك ولو انه ما قدرش اقول حل وما كانش عنده سلطان الحل والربط بس الاذن اللي ده اخي مالك المسيح نفسه لما جي يتكلم عن الموضوع ده في انجيل مرقص ما مزعلش من الكاه اللي لم يعتبرها خطية بل اعتبرها ايه ابوة من اخي مالك واعتبرها اعتبرها رعاية يعني ابونا ساعات يكسر الطقس اللي الكنيسة ماشي عليه هل ينفع ابونا يكسر الطقس اللي الكنيسة ماشي عليه لاجل الرعاية ينفع لان ده نظام بس ابونا بيكسره مش على طول ولكن لموقف معين او لطوارق معينة او لحاجة معينة رقاها مهمة جدا ان هو ايه يمشي بعيد عن الطقس شوية في الموقف ده وبعدين يرجع له تاني ربنا على اخي مالك في مرقس اتنين لما الفرسين شافوا التلاميذ بيكسروا الطقس اللي هما كان وضعينه يعني بتاع يوم السبت وطبعا هما يعني كان النموذ بيقول عملا من العمال لا تعمل يوم السبت ده يوم ربنا زي يوم الحد كده عملا من العمال لا تعمل ما زال الموضوع ده ماشي اللي بيشتغل يوم الحد يعني يعني على قد على قد علمي فهما الحقيقة التلاميذ كسروا الوصية انهم فركوا بأيديهم السنابل عشان ياكلوا الامحل اللي جوه فقالولهم ده عمل من الاعمال انك تعمل كده وكانوا حطين بقى بتاع ربعمائة خمسمائة قانون اللي يمشي مئتين خطوة واللي مش عارف حماره يقع في الحفرة يسيبه بس لو وقع عليه حيطة يقومه ويسيبه في مكانه عاملين قوانين غريبة غريبة من اين جبتوا قوانين دول ده كل واحد كده يطلع في زمن يرح حاطط فتوى وزي الاخبان المسلمين اللي هما اكتر مئتين خطوة الا لغاية بيتك فيحطوا كده في السكك خوص كده خوص او كوخ يريح فيه خمس دقائق كده يقول ده بيتي يا سلام امشي المئتين الخطوة اللي بعدها بقى وكذا يتحيلوا يتحيلوا فالمهم فالمسيح قال لهم طيب يعني ما سمعتوش ان عند الضرورة ممكن يتكسر الطقس انظروا لماذا يفعلون في السبت ملاحل اما قرأتم قط ما فعلوا داود خين احتاج وجاع هو والذين معه كيف دخل بيت الله في ايام ابي ثار رئيس الكهنة اللي هو ابن اخي مالك واكل من خبز التقديمة الذي لا يحل اكله الا الكهنة واعطى الذين كانوا معه ايضا يعني المسيح جاب المثل ده ان ينفع يتكسر الطقس بس بحساب ينفع داود كسره عشان هو ممسوح ملك ونبي وسلطان العهد الجديد بيسمح لابونا ان هو ايه يقولك انا مش ساهم تسع ساعات طيب تعالى انا عندي زرف كذا طيب معلش انا عندي كذا لا ما تتناولش انت تقعد ثلاث يام من غير تناول يبقى لوح السلطان الحل سلطان الربط ده الكنيسة اللي بتديه لأب الكاهن في كهنوت فأجابها في العدد الخامس داود الكاهن وقال ان النساء قد بنعت عننا امس ومقابله عند خروج وامدعت الغلمان مقدسة وهو على نوع محلل واليوم ايضا يتقدس بالانية داود بيقول اكد على طهارة اكسادهم انهم من امبارح واول امبارح لم يقتربوا من اي من اي دي مش معمولة من جلود حيوانات دي مغزولة من الكتان ومن اللبس وكل محلل يعني احنا نقدر ناكل خبز التقدم لو هو دا الموضوع لو هو دا الموضوع خبز الوجوه فالمهم وقال كده ولا كده كمان ان كده ولا كده الخبز دا حيتشال النهار دا يتحط مكانه كانوا ابتدوا هما كسروا الساعة ستة بالليل او العصر عندهم فعد يوم جديد يحسب يوم جديد فكان كده ولا كده بيقولك النهار دا حيتحط خبز تاني مكانه فلو تسمح لنا يعني ناخد الخبز دا طبعا ملخص الاية دي ان الله يطلب ايه من شعبه رحمة لا زبيع يعني مزعلش لم يؤخذ بزعل على الكاهن دا اللي عمل كده لانه اعتبرها ايه اعتبرها عمل جيد فعدد ستة يقولك فاعطاه الكاهن المقدس لانه لم يكن هناك خبز الا خبز الوجوه المرفوع من امام الرب لكي يوضع الخبز سخن في يوم اخذه اديه الخبز وقال كده ولا كده ايه في حاجة تتخبز قريب عدد سبعة لتمانية وفي ذلك اليوم يقولك ايه المشكلة بقى اللي ايه كانش عامل حسابها حتى هو بيجذب بص كده على الترابيزة لقى واحد قاعد عرفه عبد من عبيد شاول ايه اللي جابك ده انا جاي مدينة الكاهنة دي ده كلهم عيلة في بعض مش هتلاقي فيها حد غريب اكيد ومش هتلاقي حد تابع شاول اكيد ده يعني التدبير بقى غريب كان عبد محصور امام الرب يعني كان عامل خلوة في مدينة الكاهنة زي ما بروح نعمل خلوة في الدير يومين كده التلاتة محصور امام الرب منفرد قدام ربنا بقى بيقدم نزور بيطوب اسمه دواغل ادومي رئيس رعاة شاول وقال داود لأخي مالك افهما يوجد هنا تحت يدك رمح او سيف لاني لم ااخذ بيدي سيفي ولا سلاحي لان امر المالك كان ايه معجلا واحد كان بيعمل خلوة و حيعمل مصيبة لانه حينقل الكلام دا بحزافيره لشاول المالك بس ياريته نقله دا زي ما بيقوله كده ايه اضاف من عنده وحط فلفل وشطة وراح لما راح لشاول هنشوفها في الاسحاحات الجاية نقول شوف داود عمل ايه وشوف المالك دا ولا الكهنة اخي مالك كبير الكهنة ساعتها دا دا له سيف جليات وقال له تعالى ما هي مكش شاول وخلى شاول يتنطط من الغيس ويؤمر جنوده روحوا قتلوا الكهنة دول كلهم ولما محدش فيهم يستجرأ ان هو يمد ايده على الكهن قال لتب تعالى انت بتاع الخلو انت اللي محصور قدام ربنا روح انت قتلهم هلو عا حتديني فلوس يعني حتكفقني رح قتل 85 كاهن بين مراتاتهم وما اكررواش 85 كان عداتهم كلهم بولدهم خلاش حد خلاش حد ليه؟ عشان فيه ناس تحب انها تقول لنا عارف كل حاجة وانا فاهم كل حاجة وتروح للمجموعة دي تقول لشوفتوا اللي حصل وتلوي شوية شوية في الحقيقة كده والحقيقة تتلوى وتبقى بينا بطريقة مختلفة خالص عن الحقيقة يعني هو لو رح قال ان داود كذب على على الرئيس الكهنة وطلب منه اكل وطلب منه كذا كان الموضوع عد ان الرجل الرجل الله مش فاهم مش عارف انما هو ايه زي كده سخن الموضوع قوي طبعا لما داود عينه طلقت مع العبد دا عارف انه هو ايه في نفس الليه لقوا تاني يوم حيبكر ويجري لشاول يقول له ايه داود هنا داود اترعب اكتر واكتر داود ايه ماقول الكذب يولد الخوف فهرب وهو بيهرب كده في العدد التسعة يقول لك ايه فقال للكاهن انه هو كان بيسأله على سلاح في عدد التمانية اديني اي سلاحة معيش سلاح انا جريت كده بنفسي فالكاهن قال له ما عنديش سلاح هنا دي كنيسة مفاش سلاح بس عندنا تذكار مهم اوي فاكر العملاق اللي انت قتلته جلياط عدد التسعة فقال للكاهن ان سيف جلياط الفلسطيني الذي قتلته في وادي البطن هو ملفوف في ثوب خلف الافود فان شئت انت اخذه فاخذه الكلمة دي ابتدت كأنها خبطة كده فوق الداود ياه انتوا لسه محتفظين بالسيف ده ايام ما كنت برع الغنمات قبل المزمار كانت غنماتي متدلعة او يدون عن غنم البلد كلها تسمع مزمير واغاني وطول النهار قاعدة سبح قدامها كده وهي ظهر تحب التسبحة تتلف حواليه اول ما شغل المزمار وكانت ايام كلها بركة وكانت ايام كلها حلوة ولما قسد والدب هجمه ولما جم قالوا الجلياد ده كان عمال يزل في شعب الله انا بنبلة واللبطوبة صغيرة كده بحصوايا قتلت الشيء الضخم ده وربنا كان ايده معايا كل ده جيه ولكن ايه مش قادر يرجع في الكذب اللي كذب ياريته ما كذب ياريته ما كذب وكمان بيقول له ايه ان السيف ده هتلاقيه خلف الافود الافود دي اللي هي زي الصدرة اللي ابونا بيلبسها انت عارفين كده اما ييجي مثلا ابونا مش لابس اللبس الابيض بتاعه وييجي ناول بيلبس الصدرة اللي هي المدهبة كده فدي بيلبسوها الكهنة علشان عليها حجرين كده في حجر اسمه القريم وفي حجر اسمه التميم بتكون على الافود دي ايه حكاية القريم والتميم دول دول طريقة كوميونيكيشن كان بيتعامل بها ربنا مع الشعب مع الكهنة فكانوا مثلا يسألوه ويصلوا كتير ويجي يقولوله يا ربنا مثلا نحارب ولا ما نحاربش فييجي ايه التميم ينور تقريبا واحد فيهم كان بيعني قصد ربنا ايوه روح حارب او لو التاني لمع شوية مش ينور زي البطارية كده بس يلمع تلاقي اللمعانه ذات عن عن اخوه مع انهم نفس الخبر تقريبا لا اعلم يعني بس كانت ديه طريقة الكوميونيكيشن بتاعت ايه والكهن ينقل الخبر ليه للشعب فكانت وظيفة الكهن انه هو برضو مش بس انه هو يدبح وياخد الخطايا ويحطها على الخروف اللي عد بيها وخلاص ده كان برضو بيوصل كلمة ربنا لايه للشعب زي دلوقتي وظيفة الكهن انه برضو طن الحل والربط وانه هو ينقل رأي ربنا ليه للناس ينقل رأي ربنا للناس عشان كده يقولك ايه زاود اتبسط قوي من السيف ومعرفش يقول اي حاجة وراح وفرد الافود كده وشاف اللي وراه ونسي انه يكلم ربنا زي ما كان بيعمل زمان يعني هعملها بعد كده هعملها بعد الكهن ابن ابن اخي مالك ده هقل له هات الافود واسأل ربنا اعمل كده ولا لا هيعملها بعدين بس دلوقتي كان في عز ايه عز انحضار طبعا فلا يوجد مثله اعطيني اياه انا كنت وانا صغير مش قادر اشيله من مكانه دلوقتي انا دلوقتي بقى كبرت وبقيت مقادل ومحارب طبعا داود ابتدى ايه ابتدى يخرج من مدينة الله اللي هي مدينة نوب اللي فيها الهيكل ومشي اروح فين اروح فين دا يعني انا عبال ما اتحرك هيكون فيه جيش كامل بيدور علي هيدخلوا بيت بيت هيعملوا هيسووا بس دا الشيطان ايه يخوفوا اكتر يخوفوا يخوفوا دا يقولك دا دواغل ادومي دا زمانه جيري على شاول اعمل ايه اعمل ايه جات له فكرة بقى ايه الشيطان يقول له مش انت جذبت طب تعالا بقى ايه انا حاوريك الراحة انا حاوريك الراحة طبعا الراحة ايه فالسو العدد عشرة وقام داود وهرب في ذلك اليوم من امام شاول وجاء الى اخيش مالك جت ينهار يا داود ما تروحش رغل الراجل الفلسطيني اللي انت كشعب وكقائد حربته وقتلت جليات وقتلت معظم جنوده والناس والستات كانت بتهتي فليك في المعركة شاول قتل الوف وداود ربوات ربوات اللي هو عشرات الالوف يعني وايه دا كل دا يعني حاضر بك الحال انك تهرب وتروح لبيت الشيطان تهرب فيه بيت الشيطان فقال عبيد ودخل الى اخيش مالك جت فطبعا هو فاهم بيه بيه دا شكل اتغير ويعني خلاص دا انا كبرت وكنت بقى شاب صغير ومش يعرفوني اكيد يعني اكيد انا داخل كده معايا اربعة خمسة هيعرفوا منين ان انا داود انا اقول لهم انا مسافر وتهجر طبعا اول ما دخل هنا وطبعا في ايده سيف جليات مين اللي عارفه كل عبيد كل عبيد اخيش عارفه ومش انت داود وطبعا داود كان مميز اوي يقولك انه كان اشقر مع حلاوة في العينين ما اتغيرتش يعني الملامح بتاعته اما كبر وصيف جليات دا انت اكيد مية في المية داود اكيد مية في المية داود مش انت داود ملك الارض راحه لاخيش يقول له مش دا لو كنا قومنا حرب دلوقتي كنا عشان نقتل الراجل دا والراجل دا داخل علينا الوحدة دي فرصة ذهبية فرصة ذهبية طبعا داود بلم وتفاجئ وعرف ان دي اخرة الكذب انه وقع في ايد اعداءه بمنتهى السهولة وهو اللي سلم نفسه علشان ما اتكلش على ربنا علشان نسي ربنا وابتدى يعمل الحياة للبشرية اللي بيعملها وده اللي بيعمله اي حد فينا بيخلص نفسه بالحيلة بالحيلة تخلصوا من موقف صغير ولكن ما تخلصوش من الحرب الكبير فوضع داود في العدد 12 هذا الكلام في قلب هو خاف جدا من اخيش مالك جد فقال لك اعمل ايه تاني اجذب تاني عدد 13 فغير عقله في اعيانهم ايه داود دا وصلت للدرجات دي اه ما الكذبة تجيب كذبة والشيطان يفضل يقول لك اجذب والشيطان مش قادر انه هو يأخذ روحك او يقتلك هو بيكره الكل ولكن عايز يزلك ولما يزلك ادرب الراعي فتتبدد الراعية يزل اللي وراك يزل اهل بيتك يزل اللي انت بتخدمه شوفوا اللي كان بيخدمنا بعمل ازاي ودلوقتي مقبوض عليه ازاي ولا عامل ازاي اخر تعب اخر تعب غير عقله عمل نفسه مجنون عمل نفسه مجنون وصل لهذه السلسلة جابيته لغاية هنا في عيونهم متظاهر بالجنون بين ايديهم فاخذ يخربش على مصاريع الباب ويسي الريق على لحيته زي يريل يعني على لحيته عايز يوريه من مجنون عايز يوريه من مجنون وصلت لهذه المهانة يا داود وصلت لهذه المهانة يقولك اه ان الكتبة الاولانية جابت كتبات بعد كده جابت كتبات بعد كده فقال اخيش لعبيده اما شاف المنظر ده ربنا بقى يوجه قلبه يد الرب على قلب الملك يوجهه وحيسمه شاء فقال لك لا وانا كفاية قوي علي كده ان انا داود اتزل كده وعرف غلطته وجه قلب اخيش رح قيل لعبيده كده بترياء وهذا ترون الرجل مجنونا فلماذا تأتون به الي العلي محتاج الى مجنين يعني بيقولها كده وانا عندي مجنين كفاية يعني بيقولها بترياء على خدامه يعني على عبيده وانتو جابت لي مجنون زياد وانا عندي مجنين كتير يتجنن علي اهذا يدخل بيتي يعني نظام وبخهم فهم يعني سكته محدش قدر يتكلم داود مش داود دا انتو دخلين على الملك واحد مجنون بيريل وبيخربش انا ناقص نكحت الحيلة وطرد واخيش بعد بعد ما قال النكتة دي لعبيده انا اتأخرت عليكم عليش انا خمس دقائق بالضبط وخلص طبعا لو شفنا داود قد ايه ندم على اللحظة دي قد ايه قصرت فيه قوي شفناه في المزمور الستة وخمسين اللي هو بيبتدي كده في عنوانه المزمور لامام المغنيين على الحمام البكماء طبعا بيقصد نفسه الحمام الخارصة بين الغرباء مذهبة لداود عندما اخذوا الفلسطينيين فيه جت يعني بكى وكتب مزمور لربنا بيتأسف فيه على ايه على الاهانة اللي عملها الربنا لانه هو مسيح الرب كل واحد فينا هو مسيحي يعني سفير 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 عن ربنا في وسط العالم المزمور يقولك الله افتخر بكلامه على الله توكلت فلا اخاف ماذا اصنع البشر مزمور جميل اوي عمال يوبخ نفسه انه اتكل على ايه على الحيلة البشرية وبقيت المزمور كده تلاقي يعبر عن فرح لانك نجيت نفسي من الموت ورجلي من الزلق طبعا جزء منه شكر عشان هو نجاه ووجه اخيش ان هو يطرده ووجه اخيش ان هو ايه ان هو يطرده ف احنا في العدد كام احنا طريقا خلصنا كده اه فقال داود لا يوجد انا اسف هذا يدخل على بيتي نكمل المرة جاي بنعمة ربنا ان كان لنا عمر القصة اللطيفة دي ونشوف ايه اللي هيحصل نتيجة كذبة داود وان داود ازاي تاب وازاي ان هو ايه ان هو تخلص من السلسلة الاخطاء او الخطايا اللي عملها دي ان هو ايه ان هو تاب واعترف محتاج صلواتكم لإلهنا كل مجد وإكرام الى الابد امين